تلقت الجالية العربية والمسلمة في أوروبا وبلجيكا خبر وفاة المغفور له الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بارغي الأساوى التأثري لفقدان زعيم الأمة العربية والإسلامية والموحد لكريمتها الجالية العربية المسلمة تعتبر أن الملك عبدالله رحمه الله قد كرس حياته للدفاع عن الإسلام والمسلمين كما عمل المرحوم على تطوير قدرات بلاده في كل المجلات وتمكين شباب السعودي من اكتساب العلم في مختلف دول العالم بإرسائه سياسة الابتعاث إلى الخارج تلقينا الخبر بصدمة وتأثرنا تأثر بالغ بفقدان قائد الأمة الإسلامية الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز وكانت بالنسبة لنا خسارة كبيرة للأمة الإسلامية والعربية سواء فالخسارة لا تقدر بثمن ولكن نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يجعل مثواه الجنة بإذن الله مباشرة بعد إعلان وفاة المغفور له الملك عبدالله بن عبدالعزيز تأثرت أسواق النفط في العالم لفترة بسيطة وسجلت ارتفاع في الأسعار لكنها سرعان استقرت الأمور مباشرة بعد الانتقال السليسي للسلطة الذي يشهد له العالم وتولى الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد السلطة في مملكة العربية السعودية الهدث الجلال الذي بسعى شعب المملكة العربية في وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز كان له صداه أيضا عند شركاء المملكة عبر العالم كيف لا وهي أحد أبرز الدول الأعضاء في مجموعة العشرين ويأتي تجمع الاتحاد الأوروبي في مقدمة المتأثرين بهذا الحادث الجلال وقدم تعزيه للشعب السعودي كما يؤكد دعمه للملك الجديد سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين لك المترجم الأحضاء بلعزيز خادم الحرمين البعض المترجمات عبدالعزيز والمسجرين الدوليسيين. الآن ، سيدة التعارب في كتابة المعارضة على المسجرين المتحدة الإلكتهاية لجعل المسجرين الدوليسية لقرقها ، وضع البدولاي أنه يمتلك بثقره والمسجرين المتحدة على أسرعه في العالم فى العنية الأمور ومن أسرع إليه أن المسجرين ومسجرين والمسجرين سمع لتكون بشتابة وحاولة الانتقال في هذا المصاب الجديد ونطبق سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين التوفيق في مهامه الجديد إجمعوا لدى المراقبين للساحة السياسية الدولية بأن الانتقال السلسل السلطة الذي حصل في المملكة العربية السعودية بعد وفاة المغفور له الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتولي الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد السلطة في المملكة بأن هذا الانتقال ساهم في الاستقرار السياسي والاقتصادي إقليمي ودولي لقناة الاقتصادية الأخترافات من مقر المفوضية الأوروبية بروكسل